ايران نفذت العديد من الاعمال الارهابية حول العالم ودعمت الحوثي بصواريخ استهدفت اراضينا وقامت بتدريب وادارة خلية تفجير الابراج في المملكة ايران ايضا توفر اكثر من 90% من المتفجرات التي تستخدم في الاعتداءات في العالم فمشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979 والمملكة ستواصل الضغط على ايران حتى تغيير سلوكها في تحرك دولي جديد ضد انتهاكات النظام الايراني للقرارات والقوانين الدولية اعدت بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على ايران لتدخلها في اليمن وامدادها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية رغم حظر توريد السلاح المفروض على البلاد هذا التحرق جاء اثر كشف تقرير الامم المتحدة بان ايران ليست ممتثلة لجازاءات المنظمة الدولية بشأن توريد الاسلحة والقذائف الباليستية الى اليمن بعد فرض حظر التسليح على البلاد مشيرا الى ان بقايا الصواريخ والمعدات العسكرية ذات الصلة من اصل ايراني ظهرت بشكل واضح ضمن تجهيزات عناصر ميليشيا الحوثي من جانبها قالت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة نيكيهالي ان الوقت حان لكي يتصرف مجلس الامن ضد ايران بعد تأكيد تقرير الخبراء الامميين بان ايران انتهكت الحظر الذي فرضته الامم المتحدة على ارسال اسلحة لليمن واضافت هيلي في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت انه منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الايراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الارهاب بشكل ملحوظ وبدأت صواريخها واسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل انحاء الشرق الاوسط وخلال مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا جددت واشنطن على لسان مستشار الامن القومي هيربرت ماكماستر اتهام ايران بزعزعة استقرار المنطقة مؤكدة ان شبكة وكلاء طهران اصبحت اكثر قوة وان الوقت حان للتحرك ضد طهران حان الوقت لمعالجة اوجه القصور الخطير في الاتفاق النووي والتصدي لانشطة ايران المزعزعة الاستقرار بما في ذلك تطويرها للصواريخ ودعمها للارهاب والميليشيات يأتي كل ذلك في اطار استراتيجية ادارة الرئيس الامريكي دولاند ترامب منذ شهور للضغط من اجل محاسبة ايران في الامم المتحدة في ذات الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج ايران النووي ما لم يتم تصحيح عيوبه الكارثية لبرنامج هون الرياض ياسر نجا